شوفي دلواتي احنا عمل حنفرد حنزين كيكا على شكل شنطة حالو فمفروض ان الكيكا دلواتي هنجبها انا مقطعها هي كيكا خبزناها مربعة وحطناها فوق بعض دلواتي نجبها نشوفها وحنعملها باللون الابيض لازم تتأكدوا ان كل الادوات اللي بمستعملها تكون نضيفة عشان خاطر ما فيش اي حاجة تمسك في العجينة نتكتد علينا بقى لازم احنا هنا كله نضيف اه بس برضو باني حسيت طب عباية ما تجهزي امورك عم ببعطونا كتير حكي حلو على فكرة غادة على الفيسبوك اه قليني في السماء جنة وفي الارض امي كل عام وانتي الحبيبة مريم محمود حلو كتير يا مريم منال العزام امي زهرة عمري ربي لا تحرمي صوتها في البيت من اجمل برضو الادوات اللي بعتونا كم لعطونا مستمتع احنا نقرأ كلام جميل عن الان الاجمل رح نختار تعليقين من الفيسبوك وابتقدروا كمان تشاركونا على الهواء مباشرة طيب خلينا بقى نجيب الكيكة دلواتي علشان نغطيها بتريمت الزبدة اه تهاني ملحم مهما كتبنا لا يمكن وصف الامتة كلمة امتة عني الكثير رانيا بتقولك غادة اشتقنا لك الله يساعدها يا ربي والله وانا اكتر طيب اه دي الكيكة مربعة كانت فانا عملت كيكتين مربعين حطتهم فوق بعض بعدين لقيتها مش عالية زي ما انا عايزة فالحتة اللي قصيتهم عشان تبقى الكيكة مستطيلة مش مربعة حطتهم فوق علشان شوية تعليلي الكيكة اه دلوقتي بس نجيب سكينة حطت بينهم طبعا كريمة زبدة عشان خاطر تمسكها خلاص مسكت كفاية دلوقتي بقى هندهن كل الكيكة بكريمة الزبدة عشان نحط عليها بعد كده العجينة السكة فانت تقري الحاجات حقرة وانا بدهن الكيكة بعجينة السكة بالكريمة الزبدة نشتغل على ورق الزبدة عشان النظافة إبراهيم حداد صباح الخير أم هيثم أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدة بحضورك أدعي ربي ما يحلى بني وجودك حلو حلو جدا طب بصي بس أنا هقطع كيكة إزاي ده أنا أوك قولي هقطعها كده كده فأنا عملت علامة هنا وعملت علامة هنا وهبتدي أنزل كده بالورد على خفيف بس شنديها شوية منظر يعني فكرة في مقولة مش مقولة من منال منال العبد كل ما أسعدت أمك رضيت عنك الحياة بالفعل يعني كل ما كانت أمك راضية عنك ترضى عنك الحياة لا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم ولا وردة أرجمل من تغيها هبا حرب خليل زدان نجنة تحت أقدام الأمهات ربا العلا ونحلو هايا عازر وبرهيم الشريف كتير صاروا بعتين لهلأ ألف واو عمر عذرا نيوتن فأمي هي قانون الجاذبية حلو يا عمر ضمرب حلو لميا عشور كل سنة وأنتي طيبة يا غادة يارب تفرحي بولادك الله يسعدك يا ربي خليها شكرا يا لميا نانسي الزعبي أمي قطعم الجنة على الأرض تمشين هبا هبا حكيت ما قولي أنا كثير بحبها أمي لن أسميك إمرأة سأسميك كل شيء ساوسان السيد الله يرحمها آمين يا رب وماهر ساعدين بحكي أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد يارب يخلي كل الأمهات عم جاد كلام رائع عم تكتبوه على الفيسبوك الأم حياة نور دويتات قلب الأم زهرة لا تدبل دان السعيد صح وصبك الأم شمعة مضيئة تحترق كي تنير لنا دروب الحياة دان السعيد فيه كمان اتصالات خلينا نذكر بالأرقام أرقام تقدروا تحكونا مباشرة على الهواء رح نختار رح نختار ثلاثة من اللي راح يحكم معنا خلال البقرة معكم بساعة 12 ونص تحكونا مباشرة على الهواء وكمان ابعتولنا على الفيسبوك مباشرة على الهواء عن الهواء فبتتنى بعد الوقت نزمر فسينا ادهنها هل يخبروك هل تخبرنا بين أصفاني؟ طبعاً مية الأشي نستطيع 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 الكيك بوبس وهل هو أكثر شيئ يستطيع مستطيعي نستطيع يوضن كيك بوبس ممكن نعمل الشوكولت بولز طبعاً ده أنا طول النهار بقعدة بكور لأنه كتير يعني في دروس التزيين اللي بنعملها كتير بيطلع كاك صح فعلى الطول بناخده وبنعمل بي الحاجات دي شادو أمي سيدة وسيادة يعاني أنا بحب دائماً هيك الحاجة بالكلمة بتجيبها صح أمي سيدة وسيادة ياسمين ودعاء سروجي في سوها عليا وحنان شو عم نعمل غادا؟ بعمل كريمة الزبدة بحطها على الكيكة بس هي شوية الكريمة الزبدة بتاخد وقت بس أطول شوية لما بتكون الكيكة مربعة مش مدورة يعني بتكون الكيكة مدورة بيبقى أسهل كتير أسهل عشان الإطراف بس إحنا هنحاول نعملها سريعة قد ما نقدر عشان الوقت يعني في مبارح كان في معايدة من جلالة الملك راني العبد الله على صفحتها على الفيسبوك بالفعل حكت حكي كتير حلو حكت أنه ممكن في أمهات بنحرموا من هذا الشعور ولكن هو بالنهاية الأمومة مش بس علاقة جينية أو علاقة فراثهي بالنهاية مشاعر يعني أنا بختار أني أعطي وبختار أني أضحي لهذا الشخص فالله لا يحرم حدا وبنفس الوقت أنه إحنا دائما كأشخاص حلو نتعلم من الأمهات قديش معطائيا بدون ما يسنوا أبدا أي مقابل صح أمال إحنا إنتي برضو وخلو صفاء صباح الورد إليك إيمان خلاف ابتسمت أمي وابتسم الكون من ورائها أمي جنتي وحياتي إيش غادة كنت تتكلمت يعني إحنا مفروض هي تتنمك أكتر من كده بس إحنا ما عندناش وقت فخلاص إحنا هنغطيها بقى بعض جينة السكر عشان نكسب وقت أوكي لأن هي عايزة شوية بس بالوقت طبعا لأن الحاجات دي ما بتتعمل على الهوى بتبقى صعب إن إنتي تديها حقها يعني طبع إحنا هنحاول قد ما نقدر يعني كيكة زي دي عايزة الناس طبعا تشتغل فيها ثلاث ساعات طبعا بنعمل زي حاجة كده نحطها قدام اللي بتتقفل بيها الشنطة آه أوكي هي أحسن لو نجيب طبعا خليني أجيب من هنا بس الطبق المدور ده لأنه أحسن لما بنحط حاجة مدورة نمشي عليها كده حال تقريبا صار واصلنا خمس تلاف شكرا أن كل اللي عم ببعتوه لنا رائعين بالفعل بتفاعلكم أه وكله حكي حلو رندح يا صوت أيضا عبدالله الاعتوان أمي عطاء وسخاء بلا انتهاء ألاء اشتاوي حلو يا ألاء يا رأبو طوق وامتثال هبا كمان ربو عبداللطير دي أحكي شغلة أنه ما تزعلوا أمهاتكم جد يعني كل يوم عبروا لهم قديش بتحبوهم كل يوم عبروا لهم قدي أنتوا ممتمنين وعشاكرين لوجودهم بحياتكم ما تضيعوا أي يوم في يوزعل شو غادة؟ مش عارفة فين اللي ما يوصوك اهي اللي حدفها بعيد كده يا تارا عملت ايتين أنا اهي ايد صغيرة لفشانطة و ايد أكبر حالة خلاص دلوقات بس هلزقها وبعدين أقول إزاي عملتها عشان خاطر يا ردقة ما فيش وقت خالص ولا يمكن لو نقلناها الأول وبعدين نلزقها أحسن خلاص بدران وإناس عراوي سيمة ونوها العصاف نور أحمد شوملي شهد زينب وم عمر عيسى وجواد سماح زينب من أقوال شيكسبير ليس في العالم ويسادة أنعم من حضن الأم أنا كنت حبة إن إحنا نبين الحاجات دي أكتر بس ما ما فيش وقت فأنا بس عملة شوية حاجات كده زي روج ألم روج مثلا عشان إحنا قلنا الأمهات لازم يهتموا ببعض شوية نبين نفسهم شوية فيعني هاي هيك رسالة إنهم ما يهملوا حالهم قد بأنتم ناح تستاهلوا الأحسن دايما حتى لقلكم فيه تقريبا صار واصلنا خمس تلاف سماعي شوفت هالوجا شوية شوفت البلاشر حلو ما عليك تحكينا كيف عملته ما هو ما فيش وقت أعمل إيه قوليلي بصي بصي الفرشة أربع دقائق بصي الفرشة وفيها من هنا يعيني طيب غادا خلصتو خلصتو دقيقتين لا ليه بقى الساعة لساة 12 ورب احنا بدنا ننهي ثلاث دقائق انا بحكي دقيقتين هيك عشان استعجلي يعني انا مش عارف وخلص مش هنلحقنا خلص قولي ايش من قدر نعمل خلص هنحطها بقى كده وخلاص يعني انا كنت حابة عاملها أحلى بس مفيش وقت يعني هيك مفروض يتعامل فيها حاجات أكتر طيب بدي أشكر كل اللي بعتوا لنا من الاتصالات فرح ألف مبروك يا فرح ونبيلة وهدى فرح نبيلة وهدى حكيتوا معنا وفزتوا سلة فيها أشياء كتير ذاكية وحلوة وتتقدم كأجمل هدية كمان من الفيسبوك رندا حياسات وعبدالله الاعتوم رندا حياسات من الفيسبوك وعبدالله الاعتوم احكوا معنا عشان نحكي لكم ايمتا وكيف تقدروا تستلموا الجائزة اللي هي سلة مقدمة من مارماليد وبردو دي أذكر اللي حكوا معنا اللي هم فرح ونبيلة وهدى ارجووا يحكوا معنا عشان ناخد معلومات عشان نفكي لكم كيف تستلموا الجائزة فرح ونبيلة وهدى رندا حياسات وعبدالله الاعتوم ألف مبروك يا عيني عغادة يا عيني انت لازل تكون أحلى بس عشان تبين نقلبها مفيش وقت خدت الوقت كنا عايزين نحددها من هنا شوية حط لها ورد ده المعك دقيقة حط أذكر والله يلا هي كمان دقيقة زيادة من هم دقيقة اختراب لانه لازم تتحدد بال يعني تعمل لها من هنا تخديدات خلاص كل الجواز كسبت كل الناس كسبوا ايوه ها عبارة عن شوية ده اوالب جهزة بس انه لطيفة يعني نحط كده بس كم وردة عشو ما تبقى اشتادة اوالب جهزة دلوقتي اللي هم الربر دول بيسهلوا قوي الشغلة على الناس اللي بيزينوا أسرع كتير يعني بتحطي بس فيها بتطلع الحاجة منقوشة كأنك عملها على ايدك اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى